السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم نبين علي من قناة طعم تاني واكلة النهار ده اكلة شهية خالص لازانيا بالفراخ وطبعا سهلة وتكتها بسيطة وهنعملها يعني بكل سهولة وما تقلقوش هتطلع معاكم تحفة جدا ومغزية لان هنطيف لها حاجات كتير مفيدة جدا وهتكون شهية خالص طبعا الكل بيحب الاكلات اللي هي البشاميل فبتكون طعمها لازيز اوه شهية وطبعا هنا اللازانيا شكلها يفتح النفس وجميلة وما تنسوش الاشتراك بالقناة طعم تاني وتفعيل زر الجرز على الكل عشان توصلكوا الاشعارات بكل اكل جديدة ان شاء الله على القناة الاول خالص هنجهز للفراخ بتاعتنا معانا سدر فرخة تبع المتوفر عندك في البيت تستخدمي حتى لو محتاجة لحمة مفرومة عادي ممكن تعمليها باللحمة المفرومة وهتبقى نفس برضو الخطوات اللي احنا هنشتغل فيها بس من غير الخطوة دي من غير التدبيلة اللي احنا هنعملها للفراخ احنا هنا بنعمل بس تدبيلة للفراخ لانكم يعني كلكم عارفين ان الفراخ بيكون فيها الزفارة وكده فالتدبيلة بتديلها برضو طنقية حلوة من الزفارة وبتديلها طعم حلو برضو بنقطع السدر الفرخة زي ما انتم شايفين كده يعني حتا صغيرة زي الشاورمة ممكن تقطعوها تاني اصغر من كده كمان او لو انتم حابين اللي انتم تفرموها خالص زي ما تحبوا بس كل واحد تبع زوء يعني تبع ما يحب لو يكون حاسس بالفراخ اللي هي حتت كده مش مفرومة خالص او يفرمها طبعا ما هو حابب ممكن يفرمها في المفرمة خالص هنفرمها كويس زي ما انتم شايفين كده وهنجهزها للخطوة اللي احنا هنشتغل فيها اللي احنا هنعصجها فيها مع الخضار خلاص كده قطعنا الكمية كلها بالحجم اللي احنا عايزينه وما تكونش اكبر من كده عشان تكون الطبقات متساوية آآ بناخد بقى الفراخ بتاعتنا وبنضف لها شوق مجموعة بهارات آآ يعني بهارات فراخ آآ لو عندك في البيت متوفرة او لو في بهارات عادية ممكن تضيفي بهارات عادية وخلاص بس من كل آآ نوع يعني رابع معلقة وكمان هنا انا كان في مجموعة بهارات على ملح وفلفل وشطة وكده برضو ضفت شوية منهم صغيرين وكمان بقى حاجة مهمة برضو حلوة معلقة خل هتضيفي لها برضو معلقة خل بس كده متوسطة هتدي لها تنقيه حلوة وطعام كمية آآ وخلاص بقى كده هنسيبها حوالي ربع ساعة او لساعة يعني قبل ما تشتغل بها على النار كده تمام هغط عليها بقى كده واسيبها هنروح نجهز بقية الخضار آآ معانا بصلتين متوسطتين ومعانا فلفل اخضر ولو عندك فلفل الوان آآ ماشي يضيفي يكون حلو برضو آآ المتوفر برضو عندك في البيت آآ بتقطعيه كويس قطع صغيرة خالص زي ما قطعنا الصدر الفرخة يعني يكون يعني يكون كل الخليط متجانس مع بعده آآ خلاص كده تمام قطعت الفلفل صغير خالص والبصل بالشكل اللي انتو شايفينه كده وهنبتدي بقى ايه نروح بقى على النار ونجهز الخطوة اللي بعد دي ان شاء الله آآ على النار هناخد آآ داصة كده تكون آآ موسعة آآ عشان الخليط كله يكون مفروض عليها واول ما تسخن خالص هنضف لها المادة الدهنية ممكن تضيفه زيت وسمنة او زيت وزبدة او زيت بس طبعا المتوفر برضو عندك في البيت اي نوع زيت متوفر عندك برضو بقى حالو آآ مع الاكلة دي عشان تكون اكلة صحية لو حابين خالص زيت زيت زيتون بس زيت زيتون ما سبهوش يسخن قوي زمان هنا عملت له اختبار ليه سخنت قوي كده بحتة بصلة زيت زيت زيتون اول ما تضفوه على النار تضيفو عليه على طول البصل لان زيت زيت زيتون لو تحرق على النار بيكون دار زي ما انتم شايفين كده اما اي زيت تاني فبيحصل له تنقية آآ البصلة طبعا هنشوحها لحد ما تقرب كده من لون الدهبي وهنضف لها كده معلقة تقوم مفرومة مع بقى التشويح المستمرر وتبقوا ملوحظين البصل وهي على النار ومعاليين عليها عادي مدام ايدكم فيها آآ طبعا هي الاكلة حلوة قوي وبس هي فهة تكات وخطوات بس كده كتير بس بتطلع جميلة قوي ومفيدة ويعني شهية وبتعجب الاطفال قوي يعني وكمان هنضف لها حاجاتك حلوة قوي يعني زي ما انتو شايفين كده للبصلة اول ما تبتدي كده تشوح على النار نقلب فيها باستمرار عشان ما تاخدش اللون الي هو البني ولا تتحرق من ننا. واول ما خلاص كده نحس اللي هي تشوحت كده يعني نص تشويحة هنضف لها بقى معلقة توم تكون آآ مفرومة برضو نعم وانضف آآ 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 آ عشان لو اول حد بيعملها ما يحسش الخطوات سريعة وما ياخدش باله. لا هي زي ما انتم شايفين كده الخطوات واحدة واحدة وزي ما هي في الوقت بتاعها زي ما انتم شايفين. اول ما التقليب بس بس بسيطة كده التوم مع البصل. ونطيب بقى الفلفل. لان احنا مش عايزين التوم يتحرق برضو على النار. هنطيب بقى الفلفل بتاعنا لو فيه فلفل الوان يكون اه حلو برضو ما فيش مشكلة. او لو فلفل بس اخضر عادي. بس يكون الفلفل ما يكونش حرق برضو عشان زي ما قلتلكم تكون حلوة للاطفال. آآ هي كده اكلة مغزية خالص كلها فوائد زي ما انتم شايفين. وبعدين انا حبيت ان احنا نتبل الفراخ آآ تدبيه لكده عشان ننقيها. وكمان الفراخ مش هنضيفها غير في الاخر. لان معلقة الخل هتديلها يعني تسوية. وكمان لما بنضيف الفراخ في الاخر مش هتتفت مننا وتتهيري كده لأ كل حاجة هتبقى واضحة بقى. بس الخضار هو اللي بياخد بس كده تشويح كده على النار الاول. وبعد كده هنضيف له الفراخ اللي احنا قطعناها اه حتة صغير. زي ما انتم شايفين كده تمام هنضيف بقى الفراخ. طبعا الفراخ آآ يعني ما تكتروش يعني تدبيلتها يعني ما تبقىش بالتدبيل لان هي هتتهل يعني من ساعة او لساعتين اقصى حاجة يعني. وتكون معلقة الخلية متوسطة مش كتيرة. شايفين اول ما ضفنا الفراخ آآ على النار. طبعا النار عالية. اخدت اللون بدأت تاخد اللون اللي هو اللي هو الابيض معنا كده اللي هي بتستوي او بتتغير اه الشكل بتاعها اه مش بتاخد حاجة بقى على النار. الفراخ اول ما بتشوفوها كده وكمان تقلبتين. بتلقوها استبت لان هي كانت في التدبيلة واخدها وقت وبعدين مقطعينها احنا حتة صغيرة خالص. فمش بتاخد وقت زي ما انتم شايفين كده لونها بيض. وكده زي ما انتم شايفين حبقت يعني تمام. عن ضفلها بهارات بقى. عندك آآ بهارات فراخ برضو. اضفلها شوية كده تغيرين. وهي برضو آآ رشة ملح. ولو فيه جوصة طيب تبقى حلوة قوي. جميلة. آآ مع الاكلة ولو فيه صوء آآ يعني ممكن تضيفوا معلقة من السياسوس. انا بصراحة عندي بس انسيت اضيف بصراحة معلقة السياسوس. آآ ضفت البهارات زي ما انتم شايفين كده. ومع التقليل بقى كده خلاص. وبعدين بتطفق عليها لان كمان الحرارة اللي هي واخدها بتزود السوا بتاعها كمان. فكفية كده وتغطوا عليها وتسيبوها بقى ان شاء الله. نروح بقى للبشاميل. هنجهز البشاميل بتاعنا. البشاميل هنا انا عملت قبل كده البشاميل في المكرونة البشاميل. بطريقة سهلة خالص. وفي الخلاط وسهلة. آآ هنا انا عايزة اعرفكم الطريقة التانية للبشاميل. هنكون مجهزين حلة. تكون كبيرة واسعة يعني. وبعدين هنضيف المادة الدهنية معلقتين زيت خبار. ولو عندك سمنة او زبدة ضيفي لو ما فيش خالص برضو ايه اربع معالق زيت. آآ زي ما انتم شايفين كده بس بتضيفو الزبدة بعد الزيت. يعني بعد ما تكونوا ضفتو الزيت الاول تضيفو الزبدة عشان ما تتحرقش. او السمنة برضو. نفس الطريقة. وهناخد الخليط بتاعنا ده نسيبه لحد ما يسيح الزبدة او السمنة. ويكون معانا من آآ اربع معالق دقيق لخمس معالق دقيق. كبار. بس كده ما يزيتش عن كده دقيق. يعني اربعة او خمسة. وهنقلبهم كويس بقى كده في الزيت اللي يعني ساحم عندنا هو والزبدة. مع كده التقليب كده شوية لعد ما ياخد لون دهبي او تحسوا اللي هي ايه اتشمعت كده يعني اتحمصت. احنا حمصنا دي في الزمنة. على النار. وتكون النار برضو متوسط عشان ما يتحرقش مننا. مع التقليب كده للمستمرة. انا طبعا عندي آآ عاملة هنا البشاميل يعني عندي لبن كان كيلو لبن وضفت عليه برضو شربة. حوالي كباتين شربة او تلات كبات شربة. لان انا بحب البشاميل يكون كتير ويكون خفيف يعني. يعني حوالي الاربع معالق دقيق او خمس معالق دقيق اللي هم آآ لتر ونص آآ لبن على شربة او لبن بس. آآ انا كنت هنا ضيفة لبن على شربة فتحسوا اللي هو اللون موحد لان اللبن كان اكتر من الشربة فواخد آآ اللون برضو الابيض الجميل. ودي كانت شربة بط فكانت يعني يعني جميلة ومغزية قوي. فانا حبيت احتفظ بها كده مع الاكلة. وهنستمر كده في التقليل. لازم بقى وانتو بتعملوا البشاميل اللي هو ده الطريقة دي تضيفه اللبن او الشربة واحدة واحدة. في اول جزئية خالص عشان التكتلات تحت دي تتفك. اول ما التكتلات تتفك وبعد كده بيبقى بقى يعني اضافة اللبن او الشربة سهل بقى امر سهل ولان خلاص احنا دوبنا الدقيق والتكتلات اللي فيه. هنبطل كده باستمرار بقى كده بنعل النار اه لو احنا جنبه على طول. لو مش جنبه لازم نهد شوية. اه بقى طيف بقى هنا بقى تكة حلوة او مغزية. لو عندك اه مسلزات كبنة بتزيدون. بتطيف مسلا اه اتنين او تلاتة او او اربعة. ولو عندك برضو اه جبن اه متزرلة او شيدر او رومي بتبقى حلوة برضو. طيف منها اضافات بس مش كتير برضو لان احنا مش عايزين البشاميل يكون تقيل. مع بقى التقليب المستمرة. اه تكون جنبه وعلى نار متوسطة مع التقليب المستمرة لان بيترس بتاعت ممكن يتحرق. وكمان احنا عايزين البشاميل يكون خفيف. مش عايزين يكون تقيل. في العموم اي بشاميل احلى حاجة انه هو يكون خفيف. لما يكون خفيف بيبقى عاطي طعم حلوة للاكلة وبيكون اه يعني كده سهل لكده ما تحسوش اللي فيه طبقة دقيقة على الاكل. ايه طبعا بدأ يتقل مع التقليب المستمرة بدأ يتقل زي ما انتم شايفين. هنا البشاميل برضو انا عشان ضفت شربة فانا ما ضفتش مالح لان الشربة فيها ملح وبهاراتها وكل حاجة. فما ضفتش بهارات ولا ملح ولا اي حاجة. بس ممكن هنا برضو تطيفه جسط الطيب برضو جميلة حلوة قوي. تبقى مع البشاميل. وزي ما انتم شايفين بدأ خلاص كده يعني يعمل فققية كده. ولما تلاقوه بقى بدأ يعمل الشكل ده. يعني هي غلوة واحدة بس. وتبتدوا بقى تطفو عليه لانه بعد ما بيبرد اصلا بيتقل. بس احنا هنا في خطوة المكارونا اللي هي اللازانيا. آآ مش هنسيبه لما يبرد. لان انا مش هنضف له بيض ولا اي حاجة. بس عايزينه سخن لان اللازانيا انا هعملها وهي من غير ما تستلق. في ناس بتعملها مسلا تسقطها كده في مياه مغلية دقيقة وتطلح. يعني دوبك تسقطها وتطلح. او ما آآ ما تعملوش الخطوة دي وتسيبوها زي ما هي بس يكون البشاميل سخن جدا وتكون اللي برضو الحشو يكون سخن. فدرجة حرارتهم هتساعد في تسوية اللازانيا وتكون مستوية وحلوة. زي ما انتم شايفين كده البشاميل اللي بقى تمام. واخد السمك اللي احنا عايزينه. وجميل ما تحرقش ولا اي حاجة لاننا احنا ايدنا فيه. خلاص كده هنروح بقى على اخر خطوة وهنروح الصينية بتاعتنا. اي صينية بقى طبعا عندك آآ هتتحكمي فيها يعني تروحيها طبع المقاس اللي عندك او طبع ما تاخد وزي ما انتم هتشوفو دلوقتي. اول خطوة الصينية هتفولها تحت كده حوالي آآ كبشتين او تلاتة من البشاميل. عايزين كده يكون طبقة بشاميل لتحت كتيرة عشان برضو تساعد في تسوية اللازانيا. وبردو تعمل تماسك اللازانيا الخرطتين يكونوا مسكين فبعض. او يعني الخرطة كلها تكون موحدة كده. آآ زي ما انتم شايفين اللازانيا آآ انا بحاول آآ زبطها طبع مقاسة الصينية. تكسروا كده او تقطعوها او ممكن تحطوها كده سليمة على بعض ما فيش مشكلة. بس انا حبيت ما تكونش يعني تقيلة فوق بعض. آآ خفت ما تستويش وكده. فانا لان انا ما عملتهاش خطوة المية المغلية. فكان كده ايه كسرتها. وما بيبانش اصلا التقصيرة دي لانها كلها بتمتازج مع بعضها وبتبقى حلو. زي ما انتم شايفين كده بعد اضافة بشاميل اول مرة. ولزانيا هنضيف تاني عليها طبقة من البشاميل. طبعا شايفين البشاميل لونه ابيض وجميل لما بتعملوا طريقة اللبن مع الشربة برضو بيبقى محتفظ بلونه الابيض الحالو. بس يكون اللبن اكتر من الشربة. آآ بتروسوا برضو اللازانيا عادي. ممكن يعني بالعكس اللي هو عكس الرصة اللي تحت مفيش مشكلة. بس اهم حاجة توزعوها في كل مكان آآ في الصنية وكمان اضافة طبقة البشاميل تاني. احنا كده اضافنا طبقتين من اللازانيا وهنبتدي بقى كده نضيف آآ اللحمة بتاعتنا المفرومة اللي احنا مع الساجنها او آآ الفراخ اللي احنا برضو مع الساجنها مع الخضار. وطبعا بتبقى فيه اضافات كتيرة. فيه ممكن يا حاب يضيف اضافات تانية آآ مع علاقة صلصة عليه او آآ يضيف اضافات تانية عادي مفيش مشكلة. طبعا انا هعملها على مرتين. آآ يعني مش هيكون الخليط آآ العصاك بتاعنا هيكون آآ في طبقة في النص بس اللي انا هعملها على طبقتين. وزعتها زي ما انتم شايفين كده. ولو عندك بقى ميكس جبن او اي نوع جبن اضيف برضو جزء منه. انا ما بحبش اضيف آآ جبن كتير او لازانيا او متزرلة كتير على البشاميل او اي حاجة لان حتى البزة. بتلاقى طبقة آآ يعني الدهن كده وآآ دسم عالية قوي. فانا بحب الاكل يكون برضو فيه الطعم الحال والغزاء وما تكونش دسمة جدا يعني. ولازم التكة دي بعد ما بنضيف لازم اضافة برضو آآ بشاميل لان البشاميل اللي برضو هنرص عليه فوق طبقات اللازانيا فلازم طبقة برضو من البشاميل تحته. زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللازانيا يعني بتكون غالية عن المكارونا اللي هي العادية. بس بتبقى حلوة بقى تغيير آآ كل فترة ممكن آآ يعني تعملوها كده تغيير حلو الاولاد. بعد آآ كل خطوة او بعد كل مرة نرص فيها طبقات اللازانيا لازم طبقة من البشاميل. عشان كده انا قلتلكم لازم البشاميل يكون كتير. تقطروا البشاميل. عشان آآ لان احنا بتاعتاجه في كل الطبقات مع كل طبقة بنرصها حتى مع الفراخ اللي احنا عاملينها والخضار بنضيف برضو عليها بشاميل. لان البشاميل اللي بيديها الطعم الحلو وكمان التماسك وبيساعد على تسويتها وهو ده اصل يعني آآ يعني تكة مهمة او في اللازانيا. زي ما انتو شايفين هنضيف تاني البشاميل. هنرجع تاني نضيف برضو نرص طبقات اللازانيا. زي ما انتو شايفين كده بيبقى برضو الرصة طبع الصينية اللي انتو شغالين فيها مفيش مشكلة. بس كده هنرجع تاني بقى خلاص كده دي اخر آآ طبقة في اللازانيا عندي آآ الماكارونة وهنضيف بقى البشاميل. طبعا البشاميل يعني كان يدبك. آآ فكان آآ مزبوط يعني على الاكل. والصمك زي ما انتو شايفين وهو لسه سخن برضو آآ نفس الصمك اللي احنا حابينه. كده تمام والصانية كفت ووفت. اخدت آآ علبة اللازانيا والبشاميل والاكل وهنضيف لها بقى ايه آآ متزرلة. كده طبقة من فوق او زي ما انتو حابين برضو لو عندكم جبن برضو بيبقى حالو. واحلى اللازانيا وهناخدها كده على الفرن بس لو سبتوها نص ساعة بعد كده حلو برضو. بساعد في التسوية. وبتاخد في الفرن حوالي ساعة. واحلى لازانيا آآ وتهدوا عليها النار تكون على نار متوسطة. ولو في الفرن البتجاز تتحط على الرف ولو فرن عادي خلوا بالكو عشان ما تتحرقاش.